السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام بتشوفوا معي اليوم طريقتي في تحضير الملوخية بتمنى يا رب الطريقة تعجبكم وتقربوها بس نارعكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك ومشاركة رابط القناة ويلا مع بعض نشوف الطريقة وأول حاجة حابة تكلم على الملوخية لما تقطف الملوخية قطف الورق بس استغنوا عن العيدان لأنه لما تسوي العيدان مع الملوخية بتجيب مطة مزعجة وقت الأكل بتلاحظوا بعدين كيف بيكون قوام الملوخية هنا معايا حزمة من الملوخية غسلتها كويس والآن بعصرها طبعا أنا في معايا مرقة قد قحستو من قبل بحط لكم الرابط في صندوق الوصف وهو عبارة عن مرق دقاج الآن بحط الملوخية في جكل خلاط وبضيف عليه من المرق طبعا في البداية بتضيف قليل مرق عشان ما تكون الملوخية يعني مرة خفيفة بعدنا ممكن تخففوها بعدين لما تكون على النار أنا بضيف حاجتي الآن من المرق يعني قدني متعودة على المقدار فبضيف مقدار من المرق يناسب الملوخية يعني بعدين ما بضطر أني أضيف مرق لكن أنتم يعني بعدين لو شفتم أنه الملوخية ثخينة ممكن تزودنه مرق عادي في قدر على النار بحط شوية من الزيت وبضيف نصب بصلة صغيرة بحمر البصلة يعني لما يتغير لونها ما تخلوها تحمر زيادة وقررت بس أنها تثبل وصفر شوية بحط ستة فصوص كبيرة من الثوم مهروسة ستة فصوص كبيرة ومعايا هنا شوية كبزرة وكمان قرر من الفلفل الأخضر مقطع طبعا أنا كان عندي بس هذه الكبزرة يعني لو كثرته مع كذا كبزرة بيكون أفضل هنا بظل أقلب الثوم مع البصل لين ما تطلع ريحة الثوم يعني الثوم يعبي ريحة المطبخ زي ما شايفين أنا لسه بقلب كانت ريحة الثوم ما شاء الله والآن بضيف الملوخية أنا شفت خلاص تمام ما تحتاج أني أخففها زيادة إذا شفتوا منها تحتاج لسه شوية مرق عشان تخف زودوا شوية مرق زي ما شايفين أنا بقلب الملوخية ما فيش المطة المجعقة اللي أحيانا نلاقيها في الملوخية هذيك المطة بسبب أيدان الملوخية فاستغنوا عنها وانتم تقطفوا الملوخية أنا الآن بضيف قطعة الدقاغ اللي كانت بالمرق في ناس ما يضيفوها في ناس يحبوا يفتوا قطع الدقاغ داخل الملوخية كله على حسب الرغبة أنا شخصيا بحب أني أحط قطعة دقاغ مين الملوخية وبعدين أغرف الملوخية بتضلع النار لما كذا تشوفوها تغلي من فوق خلاص زي كذا خلاص أنا بطف في النار بتكون جاهزة للتقديم الآن بغرف الملوخية وهي لست حارة طبعا حلاوة الملوخية إنها تكون حارة كذا تدخن زي ما شايفين قوامها حلو جدا لونها أخضر يفتح النفس بتمنى يا رب الطريقة تعجبكم وتقربوها بس أن أراكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك إذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ونوروني ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر